بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فوق صوت النبي ولا تجهرونه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يردون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قرودهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعتمون ولو أنهم صبروا حتى تخفج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلمتم ولكن الله حبب إليكم لإيمان وزينه في قلوبكم وتره إليكم الكفر والكسوق والعصيان أولئك هم راشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على سيد المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة السلام عليكم لكن فيما يتحدث مع بعض المؤسسات المواصلة من ستجد المواصلة نهاتي التالي ستجد سيجد من خلالة في مراجعة ويبدأ نبدأ بمجرد عن اجلال المواصلة ويجب أن نعرف مدلسكوه لغير مدلسكوه لغير مدلسكوه لغير فإن الله سبحانه وتعالى سيد امرأى وِنه يحرت بأن جارة كنت يعد أن تصبح الانجهة الحمي لأنني جاءت في الحقيقة تأثير العالم إذا كنت أفعل ذلك كي أرادنا نفسها للإعادة نفسهاً وكيف افعلة نفسها سوف نساتي الدباً السؤالية للإدكاء سوف نساتيك زوجيا و نساتيك زوجيا سألت بسيارات الغسر العقبية يتساعد الى طريق العقبية من خلال الوصول من خلال النبارات غير مرغبة سألت الأشخاص، انا أيضاً نجد الكثير من فعله جميع 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 الأشخاص وهناك أشخاص بما يحصل بشكال انشاء الله الزواج في الشرع الإسلامي هو علاقة وثيقة مبنية على ما قال الله عز وجل وما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل خاطب البشر وكلفهم في هذا الأمر في الكتاب فقال بعد رب الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذه العلاقة العامة للتعارف بين الناس ثم بعد ذلك من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موذة ورحمة إن إذلك لآيات لقوم يتفكرون ثم قال الله عز وجل في القرآن الكريم الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات بمعنى أن الإنسان إذا صلحت نيته وكان طيبا فإن الله عز وجل يوفقه لاختيار شريك عمر من نفس الطينة من نفس القلوب من نفس الدين من نفس العادات الله عز وجل يبارك في هذا الزواج إذا كان مني على أساس ديني وخلقي وثقاص ثم النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل طبق ذلك قال كذلك في سورة النساء وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ فالذي يفهم هذه الآية أن الإنسان يفضل أن تقترن ابنته بمن؟ بالإنسان المسلم أو المؤمن وإبن كثير له في تفسير هذه الآية رأيا هو قصد هنا الشرك بمعنى المعصي وليست هي الكفر المخرج من الملة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد عضد هذا المعنى فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجون إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فالمقصود ليس هنا الشرك المخرج من الملة وإنما هو ماذا؟ هو إلة يعني خلينا نقول الفس والمعصية لذلك وليس هو الشرك الأكبر ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معنى جميل يصف هيئة أو صورة المرأة التي يبدأ للإنسان أن يبحث عنها ليتزوج بها فقال خير النساء من إذا نظرت إليها أسرتك أفضل امرأة هي التي إذا نظر إليها زوجها أسرته كانت إيش مصدر للسعادة له قال وإذا أمرتها أطاعت إذا طلبت منها شيء أجابت لك هذا الطلب طبعا في المعروف هذا مقيل كله في المعروف قال وإن غبت عنها حفظتك إذا ترشت لسفار أو للعمل بعيد عنها فإنها تحفظك في غيبتك تحفظ مالك وتحفظ عيالك وتحفظ صمعتك وتدافع عنك أمام الناس ولا تنشر عنك إلا الكلام الطيب وما إلى ذلك من هذا من هذه الأمور والله تعالى أعلم سورة 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 سبحان الله عمال حسنا صلوح ورحيم أن الله تعالى أن الله تعالى سبحان الله تعالى بمهارة بالمعروف عمراء وأصبح الله تعالى القرآن ، إنه محسنًا ، أكبرنا لنا بشكل جيد بأمانه ، وكذلك إنه ما يُحطل علينا بكي من جديد وكذلك يتعد لي محسنًا ، وأنا بطارًا ، يعني أنه أخبرنا معظمًا وقالله ، لتنامعهم إلينا من جديد tranquility, harmony, and love. الله سبحانه وتعالى also He said in another ayah that the pure males are for the pure females and the pure females are for the pure males. That Allah سبحانه وتعالى is that when you have a pure intention and when you're sincere for the sake of Allah سبحانه وتعالى and obtaining a marriage or in our relationship for the sake of Allah سبحانه وتعالى then Allah سبحانه وتعالى لAiraman will bless you with somebody with the same qualities as you Pure and clean in all aspects so anotherårt بروع شراء أبيض رقل والم Exact coupled someone am they usually الناس بالصبع الشيخ اشتركوا في القناة أجهدفها أجهدفها عندما ترؤيها واعجه آجهات صعبة أجهدفه ماذا حيث هكذا أطلبها ثم لاعجه لتبايت فى تتبيقه أو القاعدة والسنة سيحبه وخارجه سيده وهذور العبادة وانه يجب أن يتواجه فلاة أدنية فهو تحسنه ومحرها وحرها بشكل مقال وهو تحسن ماذا تبحث عنه والظامر سوف نحن طيب فالشامل إخواني وأخواتي أن الإنسان إذا أقفل على مدور الزواج هذا لا شك بأنه القرار الأصعب الذي سيتنخذه الإنسان في حياته سواء كان للشام أو للفتاة أصعب قرار ممكن يواجهه الإنسان في حياته هو اهترار الشريك هذا الأمر سهل ممتنع أقصد بذلك أن الله عز وجل قد يسره لمن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه فنحن عندنا أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم تسهل علينا مهمة اختيار الشريك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث تمكح المرأة لأربع صفات حققت في المرأة يستحب أن تطلب يدها للزواج أول شيء قال تمكح المرأة لجمالها ثانيا لمالها ثالثا لحسبها رابعا لدينها لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطفر بلا تديني تربت يدك في الوقت الذي يضيق الدين ولا يتوفر في هذه الفتاة فإن هذه الثلاث الصفات الأولى تكون للأسف سلبية وليست إيجابية وكلكم اليوم يرى من يتبع قطط شرط الجمال ما هو حاله وما هو مصيره كلان يريد أن يتزوج به الفتاة الجميلة وينسى موضوع الدين ينسى موضوع الخلق فماذا تكون النتيجة لا يستمر هذا البيت ليس له استمرار حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي فقط بوصف المرأة الجيدة للزواج بل وصف الشاب الجيد كذلك فقال لاتكم من ترضون دينه وخلقه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما له ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجاه ولم يذكر كان سيأتي به بعد الأخراج في الجاه ولم يذكر بأنه سيأتي لها بمهر كذا وكذا وكذا قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ما لبت عدم اتباع هذه فقال إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وهذا الواقع الذي نحن نعيشه اليوم ما هو إلا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تذهب لتطلف يد فتاة للزواج فتجد المغالغة في المغور تجد المغالغة في الطلبات تجد الحرص على المغور يشأت دنيويا يكون البيت في مواصفات معينة والسيارة كذا وكذا ثم تنسى الجانب الأساسي للديمومة بين الطرفين لمبارج الدين والأخلاق لذلك يا أخواني ينبغي أن ينظر الإنسان لموضوع الزواج على أنه تقرير مصير وهذا القرار قرار حياء أصعب شيء ممكن أن تتخذه وفي المقابل ينبغي لنا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الزواج ليس نزهة مش رحلة الزواج تترتب عليه مسؤوليات كثيرة جدا 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 من أول هذه المسؤوليات أنه يوجد المهر عليك أن تدفع شيء من المال لأنك تريد هذا الطرف الثاني أن تستحل منه شهواتك ومرائزك يجب عليك أن تدفع المهر الشيء الثاني ينبغي لك أن تنطلع بأمر النفقة أنت مسؤول عن الإنفاق على البيت الأسري من أوله إلى آخره والمرأة غير مطالبة بالإنفاق على البيت إطلاقا تميه لهذا الكلام جيدا يستحب لها أن تنفق شيئا ولكن ليس مطلوب منها مجوبا ثلاثة تثبت شرمة المصاهرة بمعنى أن الإنسان إذا اختبط بهذه الفتاة فإنه يحرم عليه أن يتزوج بأمها وبجدتها وببنتها وبأختها مؤقتا في هذه الأمور كلها متعلقة بالمصاهرة ثم يترتب لهذا الزواج كذلك قضية ثبوت الأمساب بمعنى سيصبح لك من نسلك فلان من الناس ابنا لك يتسمى باسمك سيتمت بهذا الزواج كذلك حق الإنف بمعنى في حال وفاة الإنسان فإنه يعني يرفه فلان وفلان وفلان فنعود ونقول باختصار لهذا فيما يتعلق بالإختار على هذا الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل علينا ويسر علينا هذا الطريق ورسمه لنا بوضوح إذا أراد الإنسان فذاتا ما تحققت فيها الشروط الأربع التي ذكرناها فإنه يشرع له أن يتقدم إلى خطبتها من أهلها طيب هل إضاء الأهل مطلوب في هذا الموقف؟ نعم مطلوب جدا مطلوب أن يوافق الأهل غدر الإمكان نعم والإنسان يعني لا يعيش فقط إيش لوحده ومن أجل النفس وإنما يعيش يعني في علاقة أسرية مع أديم ومع أمه ومع إخوته وهذا كله مطلوب أن يحاقر على صلة الأرحام في ذلك والمطلوب مطلوب المترجم للقناة 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 مرات الإنسانية الانتعج على عقل كثير ج Rose إصلاعي Universalist لا مت worldview إلما جريف تبير ربيعي إーーمن ثقاث أعلى أخش إذن هذا الأكثر وانتظر من البل من أرنت هذاgn 유dat نحن يسح المث عن �ه المصحة على سبيلات المصحة ويبقى المصحة على سبيلات الشمس speaking كما يقول أن أحبه تنافسه أنه يحصل بأنا على منقف هذا الحديث أنه ليحصل في سبيلات الشمس هل يبدو في سبيلات الشمس لأنه ليس ليس لذلك هذا الشمس بلد لده جدا ويقعد المصحة علىً على جتماعي كيف جعلون تتكلمات كل الأحيانة انتظر والذان الله سبحانه وتعالى تعالى سبحانه وتعالى ورعبوا فعليه بحسن حانبث؟ من الفضر هذهchwرةpunk ونظر مع الضرارت إلىchi m诈 الآips ولكنحو كل مناة تصبح الأمر Version منги مناس مواعلاً في الظصيل الأمر الآن vale» . وفى الأمر الثالي مثال الفضل من خلال نصر بواحد الأمر عينها سبقية كما يشيق أنت بأني عرفتها كانتًا قائمة بأني أبنى حيثًا لديك ما بأني عرفتها محرسًا له في المدينة علامة النفس الأخرى حيث بجأة عرفتها انتظرت بأني محددة لأن السبق قد قابلتها أساسها عينها شبهين عملنا حالما ان我很 تطوير سيدنا there's a couple of people who were married you know the sister told me that when she married this person this person wasn't probably the best looking or known for his looks but she said that he was the most beautiful person to her because of his character and his character hid all the shortcomings and the opposite somebody can have the most beautiful looks but if he has a horrible character or she has a horrible character what shan said no matter how good do you look لا مانع Iz Trustees أس hmm but it's more important than the looks and the deen chances all these other things سبحان الله when you don't want a male that you knows and co blog and asked for the daughter Not the condition is the acceptance When the parents have to accept ترجمة 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 نانسي قنقر 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 فيوجد لها مبررات للطلاق نعم مكررها والتي ايش ينبغي ان يأتف عليها القاضي لا تقرر هي انه والله زوجي لا يفعل كذا وكذا يحب لي ان اطلب اطلب الطلاق ارفع قضية اطلب خلع الجأ الى لجنة لا ينبغي لها ان تجأ الى ذلك الا الا استفحل موضوع المصف والارشاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 وكان في ذلك جبر لخواطئ كثير من النساء التي رفينا أزواجهن في المعارك وإلى أكثر من هذه الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فأنت إذا تأملت منضوع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته تأمل حقيقي وناقض وفكرت في أسباب التي عدد لها النبي صلى الله عليه وسلم قد تجد في ذلك شح لهمتك أن لا تتجاوز أو أن لا تعدد فلذلك الله عفو الكلام هذا المعنى في القرآن الكريم قال فإن خفتم أن لا تعددوا فواحدة ومن من الذي لا يخاف من هذه النحية فانتبئوا يا أخواني بهذا الموضوع الجيد الآن إذا تم الموضوع هذا فيستحب للزوج أن يخبر الأولى له ذلك شرطا أن يخبرها ولكن أنا شخصيا أرى بأنه من الواجب أن يخبرها السبب في ذلك معروف وواضح هو درما للخلافات والمشاكل وحتى يقلق على نفس أقواب كثيرة من أقواب الفتن فانتبئوا لهذا السابق وانتقل لها موضوع درما لها سواء يوميا بهذا السابق وانتقل الى هاتفه الأوليات الموضوع من الأوقات المترجم للقناة 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 أنت؟ 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 أجل أن لا تجد أن يكون عسليا معه سنة بالفعل الأبطة لأن تصبح من فضل على صدقات إلى صدقات على الوقت لأن الشيخ إنه في الوقت يجب أن يتلم تلك في أن تقدم اشخاص أنه يحصل على عهد وأن هذا يجب أن تكون خاصة حيث أنه يجب أن يجب أن تكون من الموضوع المترجماتي من المترجمات التي يجب أن تكون السابق بسرعة سابق بإمكانك هذه المكتبات والأهمية سيدة من الدرس سيدة المترجمات بخصوص هذا السؤال هذا الموضوع حساس شوية ولكن الله عز وجل عندما كرم المرأة جعل الحالة الطبيعية في شرعنا أن يتقدم الشاب لفترة الحالة السبب في ذلك أن المرأة حيية قد يمنعها الحياة قد يمنعها الخجل من أن تطلب هذا الأمر بنفسها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في البنت أنه بذا قال الذكر تستأمر والثيب تستأذن يعني بمعنى إذا سئلت الفتاة هل هي ترغب بالزواج من الشاب فلان 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 فإنها علامة قبولها هي سكوتها أن تسكت وبالنسبة للبنت ثيب فإنها إيش يعني تستأذن يعني يأخذ إذنها في ذلك وإن أخرت لذلك فنعم لكن هنا في هذه الحالة أنا أنصح بأن إذا إذا طرت الفتاة أو المرأة أن تلجأ إلى هذه الحالة التي وردت في السؤال فلا تصارش بذلك مشافهة إلا أن توصل هذا الموضوع عن طريق أخواتها النساء إما عن طريق أمها عن طريق أخفها عن طريق إحدى الصديقات ومن شابه لأن هذا أحفظ بكرامتها وحفاظا على حيائها وعلى فجلها وحتى لا تنتهن كرامتها في يعني في المحيط الذي هي تعيش فيه هذه نصيحتي الشخصية نعم تسأل أمها في ذلك ولا تفاتح يعني أبوها أو أخوة مباشرة إلا إذا يعني استدعى الأمر وكانت هناك ضرورة ويعني كانت ضرورة مقدر بقدرها كان لا يكون لها مثلا صديقة لا يكون لها مثلا أم أو أخت والله والله So again the question was about if the sister has to propose or how would she go about proposing or should she do so to her parents if she's interested in somebody? So as Shaykh was saying this is a very sensitive topic and Allah SWT has given the same honor and has honored the woman in Islam and usually the process is that the male will ask for the female and upon being asked her silence is her acceptance and she should be you know asked for her permission she should you know whether she should accept the you know the person she cannot be forced to marry her and so forth this one actually the conditions of marriage is the consent of the girl Now if it does happen so where the girl is interested in another you know in the opposite gender in the male she should not go about it herself she should not go asking about it of course herself she should go through her mother and even when she speaks to her mother she should not actually go directly to her father she should you know keep it between her and her mother for that time being alright and then have her mother or somebody she trusts bringing up the issue she should not do it directly herself You know a lot of those mess and this is what the shape of the bicycle Anybody have a question about that? Yes? What if, especially in our society right now, what if the parents were forcing the girl to marry someone that she doesn't want? All right, so this question is actually already on the list so we're going to go to the next one. Anybody have a question specifically about the girl asking? Okay. How do you convince parents with all mentalities on things like he's too young, he doesn't have enough money and nationality? You know what if you think about the situation? You know the question? Are you going to see the answer? Okay, well, I'll ask the answer. One of our questions is very simple again. The question is that, the question or what would you say is that, if you have any questions of choice, if these are as sex negra, there is some respect in the word. وكلام الدين النبي صلى الله عليه وسلم واضح وبين لنا جميعا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فالمعياء لذلك والدين والأخلاق بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت في حديث قال أحد علماء بضعفه لكنه في مجموع خلقه الحسن خذوهم فقراء ابنهم الله أو بهذا المعنى يعني ثم إن أبواب الرزق مرتبطة بالإنجاب وكثرة الأولاد فالله يرزوكم أن يشاء بغير حساب فالإنسان كون أسرة فإن الله عز وجل بطبعه قد يفتح أبواب الخير والرزق لهذه الأسرة وتنتفع وهذا الأمر ليس فقط في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل حث في العرف كثير من الناس سبحان الله قد لا يجد البركة في شبابه إذا كان عزابي أو لوحده حتى إذا كتب الله عز وجل له أن يتزوّق وشرح في هذا الموضوع تجد الله عز وجل يفتح عليه من إيش؟ من كل الأبواب سواء من ناحية المال من ناحية سبحان الله البيئة وتنظيم هذه الأمور لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل قال ثلاثة على الله حق عونهم ثلاثة أشخاص الله عز وجل يتكفل لنفسه إنه هو يعينهم هؤلاء الثلاثة ومنهم الناكح أو الشخص الذي يريد أن يتزوّد نبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه يريد أن يتزوّج إمرأة أنصارية فقال له أنا ضرت لها فقال له لا فقال انظر لها فإن في أعين الأنصار حوام يعني كان في عينهم شيء معين يعني حتى ينتبه هذا الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم وجّه هذا الصحابي إلى موضوع إلى موضوع أن ينظر لها لأنه هذا يكون أحرى أن يؤذن بينهما دين العشرة والثواكم المساري فنعود ونقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمعه مليء بمنه في الناس العرب وغير العرب فكان علي من أبي طالب قرشيا عربيا وكان سلمان فارسيا من بلاد فارس وكان صهيب رومي رومي يعني كان أصف نصراني ماشي الحال ولم يمنع يعني سبحان الله هذه الجنسيات كلها عربا أو غير عرب من أن ينصهروا في إيش في بوتك واحدة وفي يعني يعني ضرف واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يميز بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا بل لم تكن العروبة سببا للتفريق بين هذا الجاب وهذا الماصب وهذا السلطان والله تعالى السيد裏 السيد裤 السيد أسماء الله تعالى بطريقهم القرآن أولاً فإنما ذلك فإنما يوجد بحديث يجب أن تخلقه يجب أن تلك ثم يجب أن تكون عرب فإذا المنزل ما يكون أكبر أو يجب أن تكون علموه إذا كان يجب أن يجب أن يجب أن ت abortه احتجائ affinalة إلى الناس من طلبه بالطبع الله سبحانه الله سبحانه وتعالى ومعه الله سبحانه وتعالى أنه يجب أن يوجد عرام أمراج أين أمام سمجد الحرام سمجد حرام فهو حرام سمجد فهو حرام سمجد حرام فهو حرام سمجد كبير أمام سبسكين احسن معه هذا هو أحسن حديث because of the chain of narrations is that you want somebody who gets married and support Allah will make him rich and this is proven in all so many times that Allah subhanahu wa ta'ala provides for those and another thing is when this person has a family Allah also extends the sustenance of that person the more kids he has, the more the family grows, Allah subhanahu wa ta'ala will take care of that person and then another thing is Allah subhanahu wa ta'ala promised, you're right he's made a promise and that Allah subhanahu wa ta'ala will take care of three types of people and one of these people is that somebody who gets married to protect his honor, to protect his deni and to avoid the haram whoever does so for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala Allah has made a promise upon himself to make sure that Allah subhanahu wa ta'ala will give him sustenance so again the first point about nationalism is, you know, none of the point alright, where you're from or where you're country the same village, the same city and if you think about it like in certain parts you know, the cities are ten minutes apart you know, you would think they're about you know, it's within the same vicinity but yet they make such a big deal about being from the same city where Islam negates all of that and about the rest of us and sustenance it's in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala is the ultimate provider you always have to remember that Islam because of your education or who you are it's Allah subhanahu wa ta'ala gives to whom he pleases and the thing is of course the male and female should see each other this should be some sort of attraction alright and this helps strengthen the marriage that they're both attracted to each other and this is, you know something that has to happen where the male and female they see each other the male and women they see each other before marriage and if you look at Allah subhanahu wa ta'ala you would see people like Salman the Pharisee was a Persian Suhaib al-Rumi was from Rome Ali ibn al-Mita'ala was Qurayshin you know, Arab Qurayshin but that didn't matter and this does not prevent them from getting married to each other from them you know, getting to know each other and so forth and you see actually the strength of the ummah and how the same spread was through this you know, going outside the realm of their city and so forth has actually made it and made the nation stronger so again nationalism will destroy us alright and I'll add this point Pamela this owner recently of the Clippers alright said something that was racist now imagine that he was recorded by somebody in his own private home alright somebody happened to record what he said imagine how many times in our houses in our gatherings we say racist comments alright like today we put these boundaries that Allah has spoken against and the Prophet has warned us against and that this will cause corruption on earth and we make it the ultimate reason why marriage should happen because we have to be from the same village and not considering what you're doing to our generation of Muslims so again Allah has given us a beautiful system has given us a beautiful deen and when we go outside these boundaries it's like when a doctor prescribes the medicine for you and you take instead of this medicine you take a totally different medicine you're crazy right what's wrong with you why the doctor said do this if you take a different medicine it's going to cause you to die and Allah gives a very simple prescription if you want your son or daughter to get married here are the things conditions character deen and all these other things never was it about nationality never was it about you know your wealth and how much money you have and it never will be but if we give the wrong prescriptions alright and we continue to do this we will destroy our generation of Muslims in a society where sex is everywhere you go as once somebody said it that our generation is probably exposed to the most sexual like things in the history of humanity everywhere you go so now if somebody wants to uphold the rules of Allah the laws of Allah and wants to obey Allah we should make it as easy as possible and this is why the Islamic government used to help people get married they used to spend on those who get married to protect the honor and the institution of humanity to preserve the human race so you want to have TV shows who's your daddy right people don't know who their dad is people are you know fighting you know is this my son or not people grow up not knowing their family family structures destroyed rarely do you see a family that you know that's put together and this is why we should say Alhamdulillah for our families by the same time when Allah Subh'anaHu Wa Ta-Ala describes something for us and the pastor A.S. teaches us something it's not to be taken lightly and Allah knows best that was asked earlier was one of the father the father rejects the boy or the man who comes to ask for his daughter for non Islamic reasons alright what should the girl do what's going on here What's your husband This would be one of the hardest Helpers اللي يعني تكون الفتوى فيها حذرة. ولكن انا اقول بان الجواب هو استشارة وليست فتوى. فبهو اخوان. فرق بين الاستشارة والفتوى. الفتوى هي معناة حكم شرعي. لازم تعمل كذا. او متنع ان تفعل كذا. لكن كاستشارة هذا الامر يختلف باختلاف الظرف. فينبغي ان نطلع على الموضوع كاملا بتفاصيله حتى نستطيع ان نرشد وندل على الحل الامثل. لكن الواضح من من خلال السؤال بانها يعني ترغب بالزواج من شاب معين. وهذا الشاب عنده مواصفات الدين والخلق. ولكن مرفوض بسبب اما انه مثلا مش يعني فقافة مثلا مختلفة وكذا مشارك. ففي هذه الحالة يعني هي تلجأ او شيء ببيان موقفها بالمعروف. والشيء توضح هذا الامر بالمعروف. ثانيا ان استدعى الامر ان يتدخل احد الناس المصلحين الصالحين الذين ينصحون يعني بالكلمة الطيبة ليوضحوا لذلك الاب ان دين الاسلام يقول كذا وكذا وكذا فهذا الحمد لله يكون برضو تصرف جيد وحل جيد. لكن اذا كان هناك اصرار اصرار على يعني اه يعني رفض من قبل هذا الامر. فعند ذلك يرفع الامر الى القاضي المسلم الذي يدوء مكانه الامام. وفي هناك كثير من الحالات التي تتعلق بعض البنت عن الزواج. شو نقصود يا اخواني بعض الفتاة عن الزواج. منعها من ان تتزوج لعسل الاعتبارات. قد يكون شيء منها منطقي وقد يكون شيء غير منطقي. يعني اول شيء مثلا الشاب مثلا ما عنده مال يكفي. ماشي الحال. الشاب مستوى العلمي. لا يقارب مستوى العلمي. في بعض الحالات التي حدثت. يضطر الاب ان يعضل ابنته بسبب انه مثلا على سبيل المثال هي بتعمل وتدر له دخلا معينة. فهو اذا زوجها فانه سينقطع عنه مصدر المالي. فانه يمنع من تزويجها. في هذه الحالات الضيقة ينصح ان يلجأ. في هذه الحالات الضيقة ننصحها للفتاة ان ترفع امرها الى الامام ليقول كلمته. او الى القاضي المسلم اذا كانت هي في بلد اسلامي. فينظر هذا الامام هل السبب الذي يمنع هذا الاب من تزويج ابنته. هل هو سبب معتبر شرعا ام لا. عند ذلك يحبط لها ايه. بمعاونة الامام ان يتم تزويجها حتى لو كان ذلك يفضي الى سوء العلاق بينها وبينها بيها. لانه لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا النطاق ضيق ومحدود جدا. انا لا انصح ايفة ان تلجأ الى هذا الطريق الا 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 استنفذت كل الحدول في النصح والكلمة الطيبة والله أكبر هنا أكبر للمسلم بقم وعشر هنا اوه من النطاق ان كان كان اللي بالطاق صوتي أعطيه ان كانت قد تاشترك ومفحة ان كان قاله ذلك الرسالة؟ ان هذا النطاق عشر يقول ان دل السيئة مخب уровق جميع النطاق اذا قد امر فتوه قد قد لا يلسوا العرش التقديم فتوه هذه الخالق جزء حسنا يجب ان ترساب الى اربع otherwise you're going to fall into sin so this is the advice of the chip so the first thing is if a girl feels and she sees the character of this person in fact this character is good then she should explain to her family with kindness and compassion these things go over these things thoroughly over and over again if that doesn't work then she should get others involved whether it's family members who have an influence on the father أيضاً يجب أن يتحدث على ذلك وعلى الدخول ما يجب أن تكون قاعدةольно أن تكون قاعدة سوى. أطفاله لا تنفع. لكنها يتحدث عن الشهي الذي تحدث وتنفعه. وانه لا تنفعه. والمعادن عنه يتحدث بها. ومن النعني الأول إلى أن تتابع الصدف شخصة مجرد. ومن النعني التجول. واحد أن الأمر يتحدث عن شخص في الحبيل. ومن النعني الآن إلى النعيم. or the judge and in this case the imam and he takes the responsibility of the father so he can perform the marriage and actually now what the imam does though he has to look at all the reasonings of what the father said no so for example if he said no because he feels that he's not able to provide for her that's an acceptable reason if he feels that you know her knowledge or his knowledge is not up to her knowledge on the same level then that's a possibility also so the imam what his role is what he plays he has to look at all the reasons as to why this is taking place and if at the end of the day if he feels the reasons are good then that's it you know you have to move on but otherwise in this case you have to follow the sharia of the laws of Allah subhanahu wa ta'ala and in this case you probably will the role of the father being the wali will be taken away from him and given to the imam now as the hadith says you'll not obey the creation when it comes to the disobedience of the creator so Allah subhanahu wa ta'ala comes before anybody else obeying Allah subhanahu wa ta'ala fond of Allah subhanahu wa ta'ala so this is going to lead to the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala again with kindness and mercy and love to your parents all right you don't have to you know and you find that you know you really find that you know that this person you know you see the character and so forth then you can you know you don't obey the parents you know you go and again following all these steps not jumping all the way to the thing you know no going through these steps also with the best of manners and then Allah knows best but he does not necessarily advice for everything you know every time you have a situation like this we should you know accept the khadr of Allah subhanahu wa ta'ala while Allah subhanahu wa ta'ala distance for us but this is a process you would take if you feel your parents have not follow you know the guidelines when it comes to proposal or when somebody comes and asks for your daughter and Allah knows best anybody have questions about this in particular? all right uh that's like a big deal right? all right طيب إخواني سريعا إن شاء الله يعني القضية إخواني ليست بالإجبار لا يحق لأحد أن يجبر أحد أن يعيش مع شخص يعني دون ربته لا يحق للأب أن يجبر ابنته على أن تتزوج من كلان لمجرد أنه عنده والله دخل مادي ضيب أو حياة اجتماعية جيدة لا يحق له ذلك وهذا نوعا من أنواع العضل فهو يجبرها على أن تعيش مع إنسان هي لا تريد لا سيما إذا كان لا يتمتع لا لصفة طيبة ولا خلق إسلامي ولا دين وبالرؤى من ذلك يجبره على هذا وكذلك الأمر بالنسبة للحالة العكسية إذا كان مثلا الشاب يريد أن يتزوج بفتاة جدينة وأخلاقها طيبة ورفض أهله بسبب أن هذه والله قد لا تكون عربية أو غير قريبا من التقاقة تبعتنا هذا كل الكلام لا أساس له في الإسلام الإسلام جاء ليذوم العلاقات ويصدد هذه الحواجز الموجودة بين الشعوب ونحن قدمنا في بلاد الدستونة وجعلناكم شعوبا وقبائل إيه؟ لتعارفوا والمجتمع النبوي الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة هو خير مثال ونبراس وقدوة لنا نحن الذين نعيش بها لزمن الله إسلام إسلام لا يbray to create when it comes to disobedience of the Creator فَإِهَا فَالَاَ فَالَاَ إِنْ عَنَوَسِ اَا أَنَوْا وََا أَسْتَيُمَا أَا أَنَوْا وَا لَزَنَوْهِ أَا أَنَوْا وَاا أَنَوْا وَبَا سَنْتَوافِهُ eto also on the contrary if a young man goes and proposes to the girl and is satisfied with her and so forth his parents cannot stop him from marrying her for whatever reason it may be if there are not legit reasons so again the son came to perfect this institution of marriage so again the girl ويجعلنا منهم جهلنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يالا الجلال والإكرام اللهم انفر لنا والإخواننا الذين سدقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة من تحتنا دماء إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم المهموبين ونفس كرب المكروبين وافض بيننا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين لكما شهدوا لك بالوحدانية لنبيك بالبسادة وماتوا على ذلك سبحان ربك رب العزة يمنا وصفون والسلام على المرسلين والحمد لله وب العالمين